هي بعض الخراف مما تبقى من عملية السطو التي تمت على مزرعة هذا الموال من دوار العلونة ببلدية سيدي بختي بيتيارت حيث تمت سرقة أكثر من 200 رأس من الماشية من طرف مجهولين بعد تكبيل الموال وشقيقه فحتى شقيق الموال الذي هو من فئة الصم البكم لم يسلم من الضرب والتعنيف جل رؤوس الأغنام تمت سرقتها بعدما كانت تمثل مصدر رزق لعدة عائلات وإخوة استوطنوا بهذه المنطقة لتربية الماشية تحقيقات مصالح الدرك الوطني لا تزال متواصلة في وقت تبقى الإشعات تلازم هذا الموال الذي يرجو استرجاع ماشيته ومعاقبة الفاعلين من أفراد عصابة الماشية